والله الأمور صعبة صراحة زي ما كابتن طارق قال الدوري وحش من أول الموسم الأجواء كلها مش حلوة انت برضو في البطولات مش عارف الكاس ده بتعمين ولا ده بتلاعب بازاي ولا ده فين ولا ده رايح فين ده بتعاني موسم بتعاني موسم الأمور كلها صعبة ناس هتلاعب بعضيها في رايح جاي وفي فرقة لسه ما لعبدش بعضيها فالأمور كلها صعبة صعبة ومش حلوة ومحدش قادر يأخذ القرار انه هو لغي الدوري لاني خلاص ده ده زي يعرف ايه بيزنس يعني تريس اقول لك ما لغي الدوري برضو عشنا ببعض ديس اقول لك ايه لأ معنا بقول لك ما حدش قادر يأخذ القرار دول لأ ومش هين تفاعت اخذ القرار دول يعني الناس بيستسار فكتين ماتين هلغي الدوري ده دوري خسار بالجملة اه طبعا لكل على فكرة الاندية لما تيجي تبص ان النادي الآي اللي عمال يخش في بطولة واثنين وثلاثة وفي المنتخب وعمال اللعبة بتاعته عمالة تستهلك ويجي لعبه ماتش قدام الدخلية وتلاقي المستوى وحش يعني الدوري كله ما بقاش انا بقاش عارف مين هيكسب مين النهاردة الدخلية فجأك بتكسب زد المصري كان كاسبان الماتش اللي فات الزمالك بيتغلب عايزة وديك حاجة مهمة جدا هي ليست طبعا دلوقتي بيان من رابطة الاندية بيوضح فيه العقوبات اللي هيخدها نادي الزمالك بسبب تظهر عن هذه المواجهة ده من رابطة الاندية لنادي الزمالك يعني ده الخطاب من رابط الاندية لنادي الزمالك إما إلى كتابكم الوارد إلينا برقم 1770 بتاريخ 24-6-2024 بشأن الإعلان عن عدم لعب ومبراتكم مع النادي الأهلي والتي كان مقارن لها السلساء 25-6 على ستادة الكاهرة الساعة السابعة مثال نحيط سياداتكم بأن قرارنا ديكم يعتبر حالة من حالات الانسحاب المذكورة في المادة 50 من لقاحة رابطة الاندية والخاصة بحالات الانسحاب وبناء على ذلك قررت إدارة المسابقات تطبيق المادة 51 الخاصة بالجزايات المترتبعة على حالة الانسحاب في هذه المباراة كالآتي توقيع الغرامة المالية اللي أدي حددها مجلس إدارة الرابطة اعتبار نديكم مهزوم في المباراة اتنين لشيء خصم سلاس نقاط من رصيد نديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها نديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة معاقبة كل ما له صلة بقرار الانسحاب طيب الخطاب ده المقصود منه أو الرابطة بعطيته لندي زمالك بالشكل التفصيل ده اللي كنت بقوله لكم من شوية إن قصة ظروف كهرية تغير العقوبات دي فبس واضح إن الرابطة بسرعة بسرعة حابة توضح هذا الأمر والسؤال اللي أنا عايز أستاذك مش هما الربطة أو الاتحاد بعت الجدول لنادي الزمالك إن هيلعب واحد اتنين تهاتة اربعة ماتشات يعني هيلعب الماتش هو ليه من بدري لما جالوا الجدول ليه ما اعتردتش يا برضو نعمل أسأل نفسه أنا جاي هو ليه ما اعتردتش هل هو بسبب السوشيال ميديا وبسبب الأمور دي كلها هي اللي بتحرك البناء أدمين دلوقتي ولا بتحرك الدنيا فهي دي الأمور صعبة إنت لازم تبص طب إنت ليه ما اجالك الجدول طب كبترى إنت عندك معلومة في الجزئة دي هقول لك أنا كريم إن المباراة أعلنت في هقول لك أنا الزمالك كان هيلعب عادي جدا جدا الزمالك ظلم في المباراة المصري ما فيش مشكلة ممكن تظلم أو ما يبقاش إنت عادي عادت الأمر أول حاجة تلاحظ الزمالك لو أنت فاكر يا كريم أول حاجة أتكلم فيها أتكلم في إيه قال لك إن إحنا بنقول إن الحاكم أخطأ وإحنا مش عايزين نقول إنه هو أخطأ بالقصد بس لو سمحتوا شوفوا لنا حل في الحكام الفترة الجاية إن في مشكلة هنا في التحكيم طلع رئيس لك إن الحكام على طول في نفس اليوم أو تاني يوم قال لك لا ده أنا هساند الحكام والحكام ما أخطأوش وخلوني أطلحهم أو أخليهم يديروا ماتش ماتشين وراء بعد في نفس اليوم أو تاني يوم على طول اللي هم ماتشين بتوع البطولة اللي هي السعود الدوري الممتاز الدورة الربعية الدورة الربعية ماتش حرس الحدود مع الترسانة وماتش سبورتينج مع السويس بس بيان الزمالك اللي تلعى بعد المباراة المصري كان فيه حكاية الحكام وكان فيه موضوع إنه أنا مش هرعب المباراة إلا لما يتحط جدول دوري بس الأساس عندهم كان الحكام بس أنا أقصد إنه هو مش بس رد رئيس سيئة الحكام اللي استفز بس النادي الزمالك فخليه ساعد من ضمن الحاجات هو قريدي لا هو قريدي الزمالك ساعد من أول البيانة الأولانية ما كانش مساعد كامل هاتول يا جماعة البيانة الأول اللي أعلنوا نادي الزمالك بعد المباراة المصري على طول ما كانش مساعد كلي اللي خلى الأمور تساعد تساعد بالشكل ده كريم إن الرد كان سيء جدا أنت بتعانيت ننا بتعانيت جمهور الزمالك وبتعانيت نادي الزمالك وبتعانيت كيان كبير زي ده أنت كرئيس لجنة حكام طب ماشي طب هو أنا عايزة سيئة كبتوري فضل يا أبو علي هو لو هو وقف الحاكم هيرجع التاتة بونت مش عايزين هما هل هو هيخليك تاخدوا الكرار أن أنت تلعب المطش مش دي برضو حسن الفكرة في إيه كريم الفكرة في إيه أبو علي أنت قريدي في غلط عندك كرئيس لجنة حكام ما تركبش الدنيا علي ما تطلعنيش أنا أو تعانيت فيها كأنك بتعانيت أنت ديت إحساس لمجلس إدارة نادي الزمالك أن أنت بتعانيت فيها أن أنت بتعانيت في نادي الزمالك بتعانيت في جمهير نادي الزمالك فظل كانت الدنيا في اليوم ده يعني سخنة جدا الله ينور عليك فأنت زودت الأمور اشتعالة اشتعالة الله ينور عليك هو ده اللفظ المزبوط طب انت بقى كان معاك ناس في لجنة الحكام المفروض ان هما مصريين وفاهمين اللعبة وفاهمين الدنيا راح فينه جاء منين كانوا هدوك يفاهموك